السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنتمنى تكونوا فيها أحسن الأحوال يا رب ودائما مع السهل والسريع أسهل حلوة ممكن تخضروها اقتصادية بكمية كثيرة بمكونات بسيطة كجلديدة بزاف متشبعوش منها إلا أعجبكم فيديو دي اليوم متنسوش خليوا لايك وسبارتاجوا مع أصدقائكم لتعم الفائضة نحتاج الفوت السوداني أو الكوكاو محمر ومطحون ثلاث كقوس معيار الكأس 200 جرام أنا عملت الكوكاو البلدي اللي كيكون برقشرة دياله ممكن تعودوه باللوز أو أي نوع من المكسرات سكر بنكهة زهرة البرتقال جوج أكيس ملعقة صغيرة قرفة مطحونة كأس إلا ربع سكر مطحون أو سكر غلاسي نخلط النواشف جيدا من بعد نضيف 125 كرام من الزبدة نعمل الزبدة حيوانية جوج صفار بيد نجمع المكونات حتى نحصل إلى عجينة تكون رطبة لا تكون قصحة هذه الحلوة سهلة سريعة تحضير ممكن تحضرها في آخر لحظة أنا عملتها بالكوكاو ممكن تعودوه باللوز أو أي نوع من المكسرات نضيف صفار بيضة واحدة نجمع المكونات حتى نحصل على العجينة تكون رطبة لا تكون قصحة هذا هو القوام المكونات نغطيها بكيس غدائي وندخلها للمجمد لمدة ربع ساعة ونعود نرجع معكم من بعد نقسمها إلى نصفين كيف تشوفوا القوام العجين متماسك النصف نغطيه بكيس غدائي وضعه جانبا والنصف الثاني نقسمه إلى نصفين نشكله على شكل حربول على هذا الشكل هذا نغطيه بكيس غدائي طريقة سهلة ثم ندهن ببيض البيض ندهنها كاملة ببيض البيض ندوزها في جنجلان أو السمسم نقسمه نقسمها بجنجلان طريقة سهلة كيف تشوفوا من بعد نقطعها بالسكين بشكل مائل نحاول نعملهم قياس واحد نحسير جوانب ببيض البيض نغطيهم بالجنجلان أو السمسم نحصل على هذا الشكل نصمر لنفس الطريقة ننهي الجوانب ببيض البيض نغطيهم بالجنجلان أو السمسم نحصل على هذا الشكل هذا من أسهل الحلويات اللي عملت ما كياخدوش وقت كبير في التحضير حلوة سهلة وسريعة كتجي لديدة بالساف متشبعوش منها نستمر بنفس الطريقة حسن نكمل كمية اللي عندي كاملة العجين الثاني اللي بقى عندي حسن هو شكلته بنفس الطريقة على شكل حربول ندهن ببياض البيض ندهنه كامل ببياض البيض و ندهنه ببياض البيض بش يمسك لي السمسم زيان ندوزها في الجنجلين على هات الشكل هذا طريقة سهلة من بعد نقطع بالسكين بشكل مائل على هات الشكل هذا ندهن الجوانب ببياض البيض و نغطيهم بالشنجلين من بعد نوضعهم في الصنية اللي ستدخل الفرن الثانية أنا فرشت لها ورق الزبدة قبل ما ندخلهم للفرن نزيينهم باللوز نعمل اللوز في ببياض البيض و نتبتوا فق الحلوة على هات الشكل هذا نضغط عليه بالأصبع ديالي تزيين كيف قى اختياري كيف قلت لكم أنا هات الحلوة عملته بالكوكاو ممكن تعوضوه باللوز أو أي نوع من المكسرات أنا عملت الكوكاو والبلدي بالقشرة ديالو ممكن تعملوا كوكاو بدون قشر اللي متوفر عندكم نستمر بنفس الطريقة حتى نزيين الكيمية اللي عندي كاملة من بعد ندخلها الفرن ساخل من قبل على درجة حرارة 180 درجة الفرن شعلت عليه من الفوق ملتعت في نفس الوقت كنخلي الحلوة لمدة 10 دقائق فقط ونخرجها من الفرن ما نخليهاش مدة أطول لأنه غتي قاسحة هذا هو الشكل ديال حلوة من بعد ما طابت نخرجها من الفرن أنا كندخلها الفرن لأنني عاملة فيها البيض هذا هو الشكل ديالة من تحت كتجي طيبهم زيان حلوة ناجحة 100% من بعد كنخليه حتى تبرد وكنوضعها في العسل العسل يكون تقيل كنخلي الحلوة شوية في العسل من بعد كنزول الفائد وكنحطه فوقت شبكة هذا العسل سحضير منزلي أنا أسبق لي وحضر سمعكم أنا حصلت على 41 حبة إلا ضعفت المكونات تحصلوا لكمية أكثر الحلوة أنا دخلت هالفرن ساخن من قبل لمدة 10 دقائق فقط الفرن أنا شعلت عليه من الفوق ملتحت في نفس الوقت ما تفوتوش 10 دقائق لأنها غتي قاسحة كندخلو هالفرن فقط لأنني عملت فيها البيض نستمر بنفس الطريقة حتى نعسر الكيمية اللي عندي كاملة ونعود نرجع معكم باش نشوفوا الشكل النهائي دي الحلوة من بعد مع السلس الكمية اللي عندي كاملة وضعته في طبق تقديم هذا هو الشكل النهائي من أسهل وقالة الحلويات اللي عملت ماذاك لا يقاوم هذا هو الشكل ديالها عن قرب أنا عملتهم في قوالب وراقية كيجي الشكل ديالها جميل جدا شكل راقي قدي نقسم لكم وحدة باشتشوفوا الشكل ديالها كيف عمل من الداخل إلي أعجبكم فيديو دياليوم ما تنسونيش من التعليق ديالكم الجميلة من اللايكات ديالكم وسبارتاجوا الفيديو مع أصدقائكم لتعم الفائدة وإلى اللقاء في فيديو آخر بإذن الله